السلام عليكم جونيور 5 I am Miss Iman Our lesson today multiplying decimals by ten or one hundred or one thousand الدرس ده من أسهل الدروس اللي علينا إن شاء الله في الجونيور 5 وأنا جبتلكوا مجموعة rules أو مجموعة الخطوات إن شاء الله هنمشي عليها عشان نسهل الدرس مع بعض طيب تعالوا نشوت بقى rule number one بتقول لنا إيه To multiply by ten move the point one place to the right To multiply by ten move the point one place to the right يعني إيه؟ يعني مثلا في الإجزامبل القدامي ده six point one seventy two by ten عايز يضرب decimals دية في التن طيب التن بتاعتي دلوقتي فيها كم zero التن بتاعتي فيها zero one بس يبقى أنا هاخد ال point بتاعتي دي وهمشي بيها place واحد بس بس في اتجاه ال right في الاتجاه ده كده تمام؟ يبقى مثلا في الإجزامبل القدامي قلنا six point one hundred seventy two by ten لكن هاخد ال point z وهاتحرك بيها one place بس لا تعالي معايا هنمشي one place بس فهيطلع لي ال product بتاعي sixty one point seventy two تمام؟ طيب تعالي نشوف rule number two بتقول إيه؟ two multiply by one hundred move the point two places to the right two multiply by one hundred move the point two places to the right يعني ايه بردو الكلام ده؟ يعني في حيث مثلا الإجزامبل القدامي six point one hundred seventy two نفس الإجزامبل اللي خدنا فهو تمام؟ six point one hundred seventy two by one hundred طيب دلوقتي ال hundred z فيها كم زيرو؟ one two حلو جدا فيها two zero يبقى أنا هيخد ال point بتاعتي وهامشي بيها one two تاني ال one hundred بتاعتي فيها كم زيرو؟ فيها two one two هيخد ال point بتاعتي وهامشي بيها two places بردو في الاتجاه ال right to the right تمام؟ فبتعه الله تعلي بقى معي one two فطلع علي ال product بتاعي six hundred seventeen point two تمام؟ طيب تعالي نشوف rule number three بتقول إيه؟ two multiply by one thousand move the point three places to the right two multiply by one thousand move the point three places to the right يعني إيه؟ يعني مثلا في الإجزامبل بردو العنز هو هو نفس الإجزامبل six point one hundred seventy two by one thousand دلوقتي ال one thousand يديه فيها كم زيرو؟ one two three فيها three zero طيب أنا هيخد ال point بتاعتي وهامشي بيها three places to the right one two three ايه جات هنا بس أنا ما عنديش تاني ديجة تانية ما عنديش اي ارقام تانية فخلاص كده مش هحطها مش هتبقى لها اي لازم ال point بس هو ده الدرس بتاعنا يبقى عرفنا لما ايجي اضرب في التان ال decimals اضربه في التان يبقى أنا لازح هحرك ال point بتاعتي بس place واحد وبرده في التجاه ال right اما في حالة one hundred هامشي بال point بتاعتي two places برضه في الاتجاه ال right طيب في حالة thousand عندها كم زيرو؟ one two three فهمشي برضه بال point three places to the right يبقى احنا كده خلصنا الدرس بتاعنا واستنوني ان شاء الله في الدرس القادم ميزي ميزي ميزي